تبت المصارية المطلة على مطار سرواح هي أولى الإنجازات التي يحققها الجيش الوطني بعد إعلان إحكام السيطرة على ما تبقى من المديرية خلال الساعات الماضية ونفذت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما واسعا معتمدين على استراتيجية هجوم المحورين للوصول إلى مركز مديرية سرواح الذي يحتوي على منطقة المطار وسوق المديرية كآخر مناطق سرواح لكن الأخبار المؤكدة إن قوات الجيش الوطني باتت على مشارف سوق سرواح ونقل مراسل بلقيس عن مصادر عسكرية إن المواجهات مستمرة جرى خلالها تحرير عدد من المواقع لكنها بحسب المصادر لم تؤمن كاملة جبهة سرواح كما يراها مراقبون جاءت كخيار متاح لفتح جبهات جديدة إلى صنعاء كونها أقرب نقطة التقاء بين محافظتي مأرب وصنعاء على الضفة الأخرى وتحديدا في مديرية نهم اندلعت اشتباكات عنفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع التي ما انتهدى حتى تعود إلى الواجهة أعنف من سابقتها وقالت معلومات إن الاشتباكات والقصف المدفعي المتبادل عاد أقوى مما كان عليه في الأيام الماضية في ظل تحليق وقصف مكثف لطيران التحالف الذي استهدف مواقع للميليشيا في نهم وأبرزها في منطقة نقيل بن غيلان على ما يبدو تسير العمليات العسكرية على محورين يطمح الجيش الوطني من خلالها تضييق الخناق أكثر على الجماعة الإنقلابية ليس في هذه المناطق فحسب التي تخوض فيها الميليشيا القتالة بل على العاصمة صنعاء التي يتحصن فيها الرئيس المخلوع وحلفاؤه من جماعة الحوثي ترجمة نانسي قنقر